ملواكي ويسكنسن مقر انعقاد مؤتمر الجمهوريين السيد سهيل خان المستشار في إدارة الرئيس السابق جورج بوش أهلا بك معنا ومن مدينة أبسن بولاية كالورادو السيد جاي تيلور رئيس قسم الأمن القومي بجريدة الواشنطن تايمز أهلا بكم جميعا في البداية أبدأ معك سيد خان من ملواكي في البداية ما هي انتباعاتك عن المؤتمر في يومه الثالث والأجندة السياسية للمتحدثين التي تبدو في معظمها تتجه إلى اليمين على غير المعتاد في مؤتمرات الحزب الجمهوري وكيف ترى هذا التغيير في الحزب والوحدة والالتفاف حول ترامب على غير ما كان الحال في مؤتمر الحزب في 2016 و2020 وهل برأيك لمحاولة اغتيال ترامب تأثير على ذلك؟ في البداية شكرا جزيلا على استضافتي أنا في ملواكي لليوم الثالث من مؤتمر الحزب الجمهوري هناك اهتمام كبير للاجتماع ولتقدم الدعم لدونالد ترامب كمرشح رسمي للحزب هناك ايضا اهتمام كبير بكل ما اختخذه ترامب من قرارات باتخاذ جيدي فانس كنائبا وهو السيناتور من اوهايو هنا المواطنون يحتشدون في هذا المؤتمر ويستعدون كثيرا لكثير من المفاوضات وتناول عددا من الموضوعات وهناك كانت كثير من الاحاديث بشأن محاولة الاغتيال والامر يتضح تماما من خلال هذه النقاشات ان هناك اهتمام كبير لتقديم كل الدعم الممكن لترامب في هذه الحملة كان من المفترض ان يحضر الكثير من المسؤولين ولكن ايضا بعد الخروج واتخذ القرارات تم حضور بعض المسؤولين الكبيرين وهذا المؤتمر لقى كثيرا من الحاضرين في المنصة من اليوم الاول في موقع المؤتمر وحصل ترامب على كثير من الدعم وهناك اهتمام كبير وهنا في ملواكي نشهد ذلك جليا وواضحا من اجل دعم ترامب وجيدي فانس لانتخابات 2024 حيث نحن متشوقون لرؤية كل هذه الفعاليات ونحن ننتظر وصولا الى نوفمبر